دام عد مجاز الأخبار مع دينة فضلي دين مشكرك محمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم هنأ الرئيس عبدالفتاح سيسي أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفي برقية تهنئب هذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصريات مصر بالخارج إلى أبناء جاليات المصرية أعرب الرئيس السيسي عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمانيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما دع الرئيس السيسي الله أن يجعلوا عيدا مباركا سعيدا وأن يعيده عليهم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقير بعث البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المقصية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتقدم البابا توادروس في برقيته بالأصالة عن نفسه وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكفية للرئيس السيسي بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك دعينا الله أن يوفق مسعي في تنمية الوطن وأن يبارك سعيه لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق أمال المصريين كما بعث البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما بعث البابا توادروس الثاني برقية تهنئة بعيد الفطر المبارك إلى كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي ووزير الداخلية محمود توفيق ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ورئيس مجلس أشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الراضي القرر كشف تقرير صادر عن إدارة الخدمات الزراعية الدولية في وزارة الزراع الأمريكية بأن إنتاج مصر من السكر المقرر من المتوقع أن يرتفع بنحو 2.5% في السنة التسويقية 2022-2023 وقال التقرير أن مصر تحافظ على ثبات إنتاجها من القصب السكر مشيرة إلى أن مناطق إنتاج بانجر سكر أخذ في التوسع ولفت التقرير الأمريكي إلى توقعات مكتب الشؤون الزراعية الدولية بالقاهرة بزيادة إنتاج السكر المقرر 70 ألف طن ليصل إلى 2.2 مليون طن في السنة التسويقية 2022-2023 يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم جولة في غرب أفريقيا تشمل السنغال والنيجر ونيجريا بهدف تسليط الضوء على تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على القارة الإفريقية وأوضحت الأمم المتحدة أن جولة جوتيريش تبدأ السنغال على أن تبدأ زيارته الرسمية في الأول والثاني من مايو المقبل ويزور بعدها النيجر حتى الثالث من مايو على أن يتوقف في نيجريا في الثالث والرابع من الشهر ذاته وأشارت المنظمة إلى أن جوتيريش سيلتقي رؤساء الدول الثلاثة كما سيعقد اجتماعات مع موثلين المجتمع المدني وشخصيات دينية أكد الرئيس اللبناني مشال عني ضرورة تسهيل مهمة المؤسسات الأجنبية التي ستراقب الانتخابات النيابية المرتقبة في الخامس عشر من مايو المقبل وخلال ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع دعون إلى وضع قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات وفقا للقواعد المحددة وشدد على أن ضمان جزء كبير من نجاح الانتخابات النيابية يتوقف على تنصيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية كما أكد أهمية دور هيئة الأشرافة على الانتخابات في تأمين انتخابات نازيهة وحرة وشفافة أكد الرئيس الوزراء العراقية مصطفى القاذمي أن حل الانسداد السياسي لا يكون في الخطابات السياسية وإنما في محاولة استعادة الثقاء على حد تعبيره وشدد القاذمي على أنه لم يضع في عمله الاقتصادي أي أهداف الترويجية معتبرا أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق دون ما وصفها بالمعاناة كما أكد رئيس الوزراء العراقي معارضته ورفضه لكل الطلبات التي كانت تريد منه المشاركة في الانتخابات معبرا عن رضاه عما أنجذه خلال عامين من عمر الحكومة نهاية مجزء التاسعة فاصل عود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر